السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بكشف لكم عن سر القاعدة الذهبية لنجاح صور حياتي الشارع خلكم بنيان يا هلا فيكم اليوم بتكلم عن سر القاعدة الذهبية اللي اتفقوا عليها مصورين مميزين في تصوح حياتي الشارع كلنا يعرف أنه هناك أمور الواحد اللي لا بد نركز عليها أثناء تصوير حياتي الشارع مثل العكاسات التباين الضوء والظل المشاعر وهكذا ولكن من الصعب أنك تلقى صورة تأخذ بكل هذه الأمور ولكن هناك قاعدة ذهبية اللي اتفق عليها مصورين مميزين في تصوير حياتي الشارع مثل هاري كارتير غاري وينجرد وبيبيان مايون هذه الثلاث الأسماء الكبيرة اتفقوا على شيء واحد وهو أن المصور لا بد أن يكون ذكي بما فيه الكفاية أن يجمع كل قواعدة التصوير ولكن الشيء الرئيسي في الصورة هي اللحظة أو القصة أثناء خروجك في تصوير حياتي الشارع لابد أن يكون في رأسك كل هذه الأفكار وكل هذه الأمور اللي تميز صور حياتي الشارع ولكن لازم تكون الصورة فيها أساس قوي وهي القصة أو اللحظة فعليك أخي المصور إذا حصلت تكوين جيد أوقف إذا حصلت إضاءة جميلة جدا أوقف عدل إضاءتك عدل تكوينك وانتظر اللحظة الحاسمة وهناك أمثلة اليوم حاب أنشرها ليكم ورعويكم شلون طلعت في هذه الصورة المميزة طبعا اللي يشوفوا الصورة يقول أن يمكن أنا محظوظ أنا ما أنا محظوظ أنا انتظرت اللحظة والتقط الصورة المثال رقم واحد المثال الأول هو مثال في أحد أزقة برناسي في الهند كنت في سفرة مع الأخوة في فريق ماكن وأثناء تواجدي في المكان شفت المشهد جميل شفت أن الإضاءة جميلة انتظرت اللحظة الحاسمة اللي ما لدي تدخل فيها ولكن لي تدخل في إعداداتي كمصور انتظرت الصور رقم واحد الصور رقم اثنين والصور رقم ثلاثة الصور رقم ثلاثة هي الصورة التي اخترتها ما بين الثلاثة وهي اللي تميزت عندي كمصور المثال رقم ثنين هو في المدينة الزرقاء ومدينة جودبر في أحد الأيام كنا نمشي في المدينة وكان أيامنا أحد الهنود كرزمة جميلة عليه شعر أبيض ولحي كثيفة فكان جالس أمامي في الممر أنا جلست أمامه مباشرة وعدلت إعداداتي الشراب اللي كانوا معاي كانوا يصورون أنا انتظرت حقيقة وإذا بكلب عزكم الله ما عجبتني الصورة الصورة الثانية كانت امرأة فكان هناك تباين يعني ثابت ومتحرك جنسين مختلفين رجل وامرأة ولكن ما عجبتني الصورة بعد انتظرت وإذا ببقرة سبحان الله تدخل الكادر والتقط الصورة هذه وهي الصورة التي تميزت في عام 2014 لي في المصابقات الدولية حقيقة أن 90% من صور حياة الشارع هي صور لا فائدة منها غير صارحة للنشر 10% هي الصور الجيدة و1% فقط هي الصور المميزة فمجال حياة الشارع مجال صعب ولكن في نفس الوقت مجال جميل جدا مع الاستمرارية أخي المصور حتما سترتقط صور رائعة وجميلة وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم إلى لقاء آخر يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته